فترة الأخيرة شهدت يعني يمكن تقلق كبير جداً لمختلف الألعاب عندنا في النادي الأهلي وحبينا كمان إن إحنا مع فرحتنا بفريق الكرة وتقلقه في المواضيع الحمد لله حتى هذه اللحظة نحنا نتكلم كمان عن فرقنا المختلفة وبطولاتهم وكل التفاصيل دي حلنقشها والكواليس وغيره مع الأستاذة اللي منورنا طبعاً محمد ناجي الناقد الرياضي صباح الفل كنت معنا من كم شهر أمكس العالم بس يعني والتوقعات هنتكلم عنها بس منورنا النهاردة صباح الفل صباح الفل ده بنور حضراتك وأنا طبعاً بكون سعيد وأنا موجود معاكو ياه نحنا اللي بنسعد موجودك معنا والحقيقة النهاردة بصفة خاصة عندنا موضوعات كتير وملفات كتير حابين نفتاحها معاك وتعالى بعد إذنك نبتدي بالبطولات المستقلة اللي هي بيبقى دايماً على هامش أي بطولة بيبقى دايماً في بطولة مستقلة كده وقاياً كانت الرياضة لما يكون فيها لقاء بين الأهلي والزمالك بيتقال عليه لقاء قمة تعالى نبتدي باللقاءات القمة اللي حصلت الفترة الأخيرة بين الأهلي وزمالك في مختلف الرياضات كانت إيه ظروفها ونتجت عنها إيه بالظرطة؟ هي في الفترة الأخيرة كانت السيادة بشكل كامل لنادي الأهلي الفترة اللي فاتت تحديداً يعني كان على لعب الصلاة كمان على لعب الصلاة تحديداً كان كل المباراة اللي كانت تلعبت خلال الفترة الأخيرة يعني خلال شهر تقريباً كان كل المباراة دي كان الانتاج بتاعها فوز النادي الأهلي بكل لقاءة القائمة اللي كانت تلعبت كانت لعب خلال الشهر ده تلات مباريات في الكرة الطيرة الرجال الأهلي قدر النفوس بيوم كلهم 3-0 و3-1 و3-0 كانت لعب مباراة كرة سلة سيدات بين الأهلي والزمالك كانت نتيجة عريضة وكان حتى تم اتخاذ قرار من نادي الزمالك بتسريح فريق فالكرة سلة سيدات في الزمالك فريق كبير وصلت للدرجات هده يا وصلت لكترشين كده ايه المجابسات اللي حصلت في ماتش خلت قرار زي كده الرقم الأهلي فاز بنتيجة بفارق 70 بند 122-52 احنا عرضنا ده كريم أهلي رقم كبير جدا استعدنا تريبل سكور الأهلي استفاد من النتيجة دي كمان يعني مش تحقيه نتيجة بس لما تم تسريح فريق السيدات في النادي الزمالك بالأهلي قدر ان هو ينطقي لعبة من أهم لعبات جيلها راح الناس شايف انها هكون من أهم لعبات مصر خلال السنين الجاية هي بنت اسمها يا رأى أسامة بنت هيلة مميزة جدا وهتليق بالنادي الأهلي يعني هتكون صفقة وتدعيم قوي تقدر ان انت فعلا تقول البنت دي هتبقى فيهم الأيام هتبقى جوهرة من ضمن الجواهر اللي موجودة جوه فرقة النادي الأهلي في البسط فالفترة اللي فاتت تحديدا لأ كانت السيادة والهيمنة للنادي الأهلي في كل يعني حتى في رياضات كتير وكان منهم مباريات على ملعب نادي الزمالك التحديدا لأهلي مكانش بيفوز في ملعبه أو في ملعب محايد بس لكن دي حتى كنا بنفوز على الزمالك في ملعبه مباراة المباراة اللي كانت لعبت في الدور الترتيبي من دور كرة السلة الرجال كانت على ملعب صالة الزمالك وليقالي قدر انه يفوز بالمباراة دي وفارق مريح برضو أول مباراة بنات اليد كانت اليد سيدات برضو كان يوم الجمعة كانت المباراة وفازه وفازه وثلاثة وعشرين وعشرين على صالة نادي الزمالك لألي كان كذبان كمان الشوط الأولاني 12-8 يعني كان فارق وكان الجيم طبعا في النصف الدنيا بقى الزمالك بيحاول يرجع لأن الزمالك برضو عنده جيل كويس في البنات في الهندبول لكن احنا التدعمات اللي تمت السنة دي يعني طبعا أكيد لازم الواحد يعني يكون أمين ويمجل التحية لكابتن خرد العاضي مدير النشاط الراضي في نادي الأهل الرجل دقوب طول الوقت بيدور على أنه التدعمات أو إيه الدروبات بيبص على المشاكل اللي موجودة في فرق يعني احنا لو بنتكلم دولتي على أرقام الأهل بحقق نجح حكي بيرة جدا لكن هو الرجل ماشي النجاح شيء كويس لكن أنا لازم أشوف إيه الجابة اللي عندي أو إيه المشكلة وأروحها أشتغل عليها لأن أنا نحلة ممكن واحد تاني يبقى فرحان أنا كسبت مباراة هل حضرتك بتقوله ده أستاذ محمد هو السبب تفوق الأهلي هذا الموسم خاصة في ألعاب الصلاة تحديدا على نادي الزمالك يعني نقدر نقول لا أهو أنت كده كده بنيت السنين اللي فاتت كنت بتبني بس مكنش الفروقات بهذا الشكل أو هذا المستوى أنت دلوقتي بتتكلم أن الموسم ده تحديدا أنت معد في كل الألعاب تقريبا وبذكور برضو فارق بشكل كبير مظبوط أنا أقول حضرتك على حاجة هو كده كده بالنسبة للرياضة النسائية الأهلي سابق فيها بشكل كبير جدا عن بقية هي مصر سابق فيها خلينا نقول عدد بس الأهلي كمان بركز مع الرياضة النسائية بشكل كبير جدا بكل فترات اللي فاتت طبعا طفرة كبيرة نحن نقول أن الميدالية لاتحققت شراء المميدي تتحققت للنادي الأهلي في أولمبياد توكيو كنت عن طريق الشراء شراء ج goog كان كده كده بنت مصرية يعني وinge بسكرة حضرتك أن لما كنا نقول في أولمبياد توكيو أن البنات كانوا نحن إجب烁 المينبيات أولمبييا هي تتوكيو تلاتة منهم للبنات وثلاتة منهم لأولاد بل بالعكس أن الميدالية الدهب كانت فريال أشرف كانت المرأة المصرية صاحبة بصمة في أولمبياد توكي ولي فاتت يعني عبارة أو جملة ملوك الصلاة مش جاي من الفراغ لا 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 يعني دي لها تاريخ يعني مش هبقى ملك الصلاة حتى بموسم أو بسيزن أو بطفرة عاملها في وقت معي لكن ده بسنين بسنين فاتت يعني لكن احنا مثلا قطاع البسكت شهد طفرة كبيرة جدا أو السنة اللي فاتت دلاني بحق العمالة الكاملة خمس مطورات من خمس مطورات كان أداء مميز جدا احنا شايفين انه ده السنة دي هو استكمالا اللي انت عملته أو انت اشتغلت عليه السنين اللي فاتت احنا دلوقتي بنحتل صدارة الدور الترتيبي في دوري السوبر لغاية بعد نهاية الجولة الحداشر فضل تلك الجولات بس يكون ينتهي الدوري يمكن طبعا هو الدوري توقف عشان خطر سعادات المنتخب لتصفيات كس العالم اللي هتتلاعب عندنا هنا في مصر في اسكندرية نهاية الشهر الجاري من 24 ل27 فهتكون برضو ده تحدي كبير ان شاء الله في ستة لعيبة من الناد الأهلي موجودين في قوام المنتخب الوطني فيعني الأهلي انت مش بتدار على انت تفوز بس لا انت كمان ليك بصمة في المنتخبات القومية في كل احنا لسا بنتكلم عن منتخب الهندبول في ستة لعيبة من الناد الأهلي كانوا مشاركين مع منتخب اليد من عناصر الأساسية ومن القوام الأساسي موجودين معاه في طولة العالم اللي كانت في بولندا وفي السويد فالأهلي يعني هو الداعم الأكبر لكل المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب ومناسبة الحديث عن قرط اليد كنا بنتكلم أنا وحضرتك قبل الهوى كنت بسألك ليه احنا ممكن نكون يعني في قرط القدم على غرار أو على عكس اليد ممكن في قرط القدم يحصل أمور يعني حتى لو غير متوقعة يعني ممكن تلاقي نفسك أنت بتفوز من أندية كبرى وأرقامكم مختلفة وبتخسر من أندية مثلا أقل في الترتيب أو غير وعلى العكس في اليد لا الموضوع صعب جدا حتى لو أنت متفوق وعندك دلوقتي فكرة احترافي ومحقق إنجازات وده ينتبق على اليد تحديدا منتخب عندنا بس بردو ما عرفناش نتعطى نتعدى بعض الثغرات أو بعض الصعوبات اللي وجدتنا منها طبعا فريق الدنمارك والسويد ليه؟ ليه طالما أنا جاهز ما أكتبش؟ الفروق في الهندبول ما تسمحش إن فريق حتى بدوافع أو بمعنويات أو بأن أنت عندك لعيبة مميزين بس لعيبة هم ستارتينجة يبدأوا الجيم بأن أنت لازم يكون عندك دكة قوية عندك بنش يقدر أنه يساعدك خلال الستيين دي أنت بتلعب على تفاصيل كتير والجيم نفسه متغيراته كبيرة أنت بتلاقي قدامك مدرب منتخب الدنمارك بيلعب سبع على ستة ده لأنه عادي يعني لأنه فيه جون وقف في الحراسة هو بيغير الجون وبيلعب بلاعب سابع إضافي بس في حالة التحول يعني في حالة الكرة دي إما بتضيع أنت في جزء مستاني بتلاقي جون الدنمارك تغير بقى موجود في جونه يعني أقرب حد من سرعة التداد غير طبعية فهم خلاص بقوا متمرسين على أنه يلعب سبع على ستة ما بقاش عنده مشكلة في ده بتلاقي بقى مستويات تانية تلاقي مثلا السويد بتمتاز بأنه عندهم السرعة كبيرة جدا في الهجمات ما بين الدفاع والهجوم تلاقي ألمانيا بتغير تغير جلد فإحنا دول التلات منتخبات اللي إحنا للأسف ما قدرناش نحن نفوز عليهم فبطولة العالم وأنا شايف أنه أنت لازم تبني على اللي إنت عملته على اللي إنت حققته أنت لتالت مرة على التوالي زي ما احنا بنقول دلوقتي أن كلنا فخورين بين الأهلي لتالت مرة على التوالي موجود في سيم فاينة نفسينا بقى في حاجة غير البرونزية طبعا لا نتمنى إن شاء الله نحن الأهلي قدها والأهلي عشمنا يعني بشكل كبير طبعا ليه لأ هو اللي رفع عسفة توقعاتنا أصلا يعني يعني دي حقيقة والله إحنا كلنا كنا بنقول بس يعني طب يعني نقدم أداء كويس وشرف ونعدي أول مطش وبعد كي نركز اللي بعده لا لقينا الأهلي أو خرجنا بره الصلاة خرجنا بره الصلاة وجررنا لبكورة بس أكيد لا والله يعني ففرحتنا كلنا كألوية بمباراة الأهلي في كسر العالم الأندية يعني يخليها كل الناس فخورة صح أنت سعيد أنت مبسوط أن الأهلي وصلك للحتة دي أنت يعني كانش حد يحلم أن أنت تبقى بتلاقي ريال مدريد كانت بند الصفحة الرسمية بتاعت ريال مدريد 130 مليون 163 مليون أنا على الصحب بارح لما بتم ذكر النادي الأهلي على أي صعيد دولي أقرب حد بيتذكر بالمقارنة به أو بالمقترن بإسم النادي الأهلي هو ريال مدريد على فكرة وحنكلم على إنجازات وعلى عدد مشاركات في البطولات وعلى أرقام قياسية الموضوع إلى حد بعيد محصول ما بين الاسمين ما هي ده حقيقي يعني هوا الاتنين هم كبار قردهم صح كبار أندية العالم كأندية وبطولات وكمنظومة حتى كمان يعني إحنا لنا الشرف إن إحنا نكون موجودين في قناة الأهلي ومن ضمن الأهلوية قبل ما نكون أي حاجة فدي حاجة كنا نبقى نفخر بيها نرجع بقى تاني لأعلى عام سرعش بشكل اللافت هو ده موجود عند منتخبات الإسكندرافية هناك سورة معينة انتشرت بعد ماتش من الماتشات ليه واحد منهم أنا مش فاكر كان سويد ولا حد تاني ده أعتقد إيسلندي فيه واحد حد مش طبيعي أنا عواند بسنة 100 وكم لا لا 2 متر وتقريبا حاجة و20 سنة عارفة هالند عادة بقى فيه كورة كان هو بيدفع على لعب دائرة لعب دائرة يعني حوالي مثلا 100 حاجة و70 أو 100 حاجة و80 فهو بيشده أكن بيرفعه من على الأرض يا بقيلة دلوقتي الناس اللي مية و70 لقل لك عادة هلد يعني هو كمان الصورة كمان يمت تاخدها لعبقرية نفسها كانت أكنه يعني مزق حرامي شايد بنديل شايد بنديل فلا لا يعني هانبول فعلا لعبة التحامات وقوة فيها عنف فيها منافسة كبيرة جدا خدتنا كمان في حتة ثانية الهانبول في الفترة الأخيرة بينا مخطة أنظار العالم نتيجة لحسن تنظيم واستضافة مصر لمطولات عالمية على أرضها من ناحية ومن ناحية كوالتي المنتخب بتاعنا برضو كوالتي بالمقاييس العالمية أعتبر يعني كوالتي من الصنف الفاخر ما دي حقيقة ليه بقى النجاح ده اللي حاصل ده ما طلعناش بيه بره السكواش والهاندبول بره السكواش والهاندبول يعني دايما لما بنيجي ناخد سوكسي في الرياضات المختلفة ما بنتلعش بره في ألعاب القوة يلا حضر ما في ألعاب في ألعاب يعني السكواش مثلا مجتمع السكواش وعائلات السكواش هم أصحاب الفضل مش حد تاني يعني انت في المنظومة مش الاتحاد مش قصدي أنا مش قصدي هنا لا لفكرة لو صح أقول عادي لا لا عنديش مشكلة أنا ما عنديش مشكلة في أن أنا أقول مش بخاف من حاجة بس هو حتى كل المنظومة بتعسوكواش نفسها بتقول أن دور الأسرة هو اللي صنع للبطل دايما هو ده الاتحاد المنظم لللعبة والقواعد اللعبة والمنتخب تحافظ على لعبتك وده اللي احنا كنا بنقول وفي موضوع مصابة أبطال أن انت لازم تحافظ على نجومك مش الهدف أنك تصدر لهم مشاكل أو أن انت صنعاتهم كأبطال كانت بمعرفة الأسرة لا ده حقيقي أنديت النادي بتاعك وأسرتك لأن أسرتك ولو هنقارن هدي الأسرة 65 أو 70% والنادي 30% يعني ده مش تجاهل لدور النادي لأن النادي بيكون داعم ليك وبيمحفز وبيديه وبيشاركك في بطلات كتير لكن أسرتك هي اللي بتحمل تكاليف صناعتك صناعة بطل لكن مجرد ما تبقى أنت بطل خلاص هو قريدي أي مصاعب أو أي حاجة بتقابلها قدامك الدنيا بتكون بتمشي فيها بشكل كبير يعني بالنسبة للهند بول أو للهند بول منظومة بتتبني من أول ما دكتور حسن مصطفى كان تقلد نقاليد اتحاد المصري الكورترياد حط نظام صارم على كل ناس بدأ يغير عقلية اللعب المصري اللعب المصري ما قبل ما هو كان يتقلد رئاسة الاتحاد المصري كان كنا بنكتفي نحنا ننافس شمال أفريقيا تونس أو الجزائر يعني هو باستعارات سريع كده إن البطولة أقيمت ستة خمس وعشرين مرة مصر وجزائر وتونس هم الثلاثة بس هم اللي أخدوا العدد البطولات بتاعة بطولة أفريقيا تعاملت خمس وعشرين مرة تونس أخذتها خمس مرات عشر مرات مصر تمانية الجزائر سبعة احنا قبل ما رجل ده تقلد مقاليد رئاسة اتحاد المصري كورترياد ما كنا حصلنا ما كناش حصلنا على ولا لقب قري طب احنا ليه نستنى لما شخص معين مشكورا يبقى له اياذي بيضاء فنوردع له الفضل ليه ما يكونش ده سيستم موجود في كل الاتحادات ده من ضمن الحاجات اللي اليد اشتغل عليها حتى بعد رحيين دكتور حسان مصطفى انت سبت النظام ييجي كابتن كريم هيمشي على نفس الشكل ييجي محمد هيمشي على نفس الشكل هو خلاص انت في الاخر انت عندك سيستم شغال بي لا ممكن نغير في شوي لوائح لكن انت كده كده زي كعلاقة الدستور والقانون انت عندك دستور شغال بي فعندك اللوائح هي المنظمة في ملايات عرض مع دستور لكن مظبوط انت في الاخر عندك شكل سابت انت شغال بي انت لازم تجازل عائدتك لازم تأهلهم بشكل مناسب ترفع سعفة موحهم انت طول الوقت المنتخبات الناشئين والشباب اللي انت بتشتغل عليهم وان انت مش حلمهم انهم ياخدوا بطولة افريقيا يعني كنت لما تكلم مع العيبة انه راجعوا وهو بطل افريقيا كذبان يعني في لعيبة منهم منتخب افريقيا الشباب ده كان كذبان الجزائر 35-15 كذبان 20 بونط في نهاي فاينال فاينال افريقيا بتتكلم مع العيب منهم بيقول لك لا انا مش حلمي ان كنت اكسب البطول انا رايح ااخد انا رايح ااخد ميدالية في بطولة العالم ان ما كسبش بطولة العالم نفسها فانت غيرت في عقلية اللعيبة نفسها هنا مدرجة على بعض الاستراتيجيات اللي كانت مطبقة وحركة صلح لي من معلومات كان برضو مش مفتوح باب الاحتراف للعيبة في الاول فانا لما كنت قافل باب الاحتراف انا بالتالي ما كنتش بخلي الفكر المختلف ان هو يوصلي فانا كنت قافل على نفسي لما ابتدأ يتفتح الباب ويبقى فيه سماح اللعيبة تروح وتحترف الوضع اختلف فالفكر هنا والاستراتيجية كانت مطبوبة انها تتطور ده حقيقي انت في البداية كنت مهتم ان انت تقفل على لعيبتك وتقوي مستوى المنافسة اللي تبقى موجود عندك وانا مش هعمل تفرب لعب انا هعمل تفرب جيل جيل لازم يكون جيل مكتمن هو نفسه مستوى كله يرتقي بعدها هيبدأ ابرز اللعيبة اللي منه اللي موجودة تقدر انها تحترف فلما هو يبقى سفير موجود لكورة اليد المصرية في اي دوري يعني احنا كان في الاجيال السابقة كابتن احمد العطار كابتن سامح عبد الوارس كابتن اشرف عوض كل اللعيبة دي لما راحت اوروبا كانت صفرة لكورة اليد المصرية بقيت انت لما بتشوفه في اي دوري من ضمن الدوريات دي النادي نفسه بيبدأ يقوله احنا عايزين لعيبة من من زمالك اللي موجودين في الملعب اللي موجودين في النادي عندك اللي موجودين عندك في المنتخب فبدأت انك تفتح باب الاحتراب بشكل اكبر فنتاجه ان انت حققت رابع عالم في 2001 نتاجه ان انت بعد كده بقى عندك دلوقتي كتيبة من النجوم احنا مؤخرا لسه كان مهاب سعيد نجم الأهلي جاء له عرض في نادي نيم الفرنسي وهيروح السنة الجاية وبقى عندنا كم مهول من اللعيبة جاي لهم عقود احتراف الفترة اللعب يرجع لك ناضج وبخبرات اللعب بيبقى جاي جاهز هو انت قريدي مش خايف من اللعيبة دي قريدي طول السنة بيلعبهم هو كده كده فمتعرض لمواقف كتير ضغط ومواقف انه تبقى متأخر في نتيجة والمفروض ترجع تبقى انت بس عشان الدنيا تؤتي ثمارها بقى لازم يرجع يلاقي نفسه بيلعب في السيستم اضعف الإيمان قريب من اللي هو كان متعود عليه في أوروبا ده لازم اللي يحصل ما يحصل بغربة يعني ده لو حصل انت كده تعمله إرور طبع يا هن عدو مشكلة عدو مشكلة كبيرة لكن لا بأمانة منظومة كورت اليد في مصر زي ما انت قلت تحديدا انت لخصت القصة في الهند بول وفي السكواش هم حطوا نفسهم في حتة ان دايما طول الوقت احنا لما بيبقى فيه بطولة السكواش وما فيش مصري يخدها الناس تقول لك الحق ده احنا هنا في إخفاق يعني يا جماعة معالي يا جماعة ماشي وارد ان انت يجي بطولة ما تكسبهاش بقى فيه حد تاني يعني لا يقول لك لا ازاي دي ضيع البطولة دي راحك راحك ازاي الفترة اللي فاتت ونهوان دي كل يوم كلما بنتكلم على المستجدات في تصنيف العشرة الاوائل على مستوى العالم منهم بتاع تسع مصري اي اما دي حقيقة انت تلاقي سبعة تمانية والعشر مصري مجندس لا يعني فعلا ويبقى فيه جيل تاني بعد الجيل الزهبي اللي موجود لان انا قلت انحنا مع النناج غير مصطفى عسل بس وتمنى فيه لعيبة كتير اتخذت من فترة دراستها يعني الدراستة اخدتهم عن السكواش شوية يعني كان منهم مثلا علي فرج قبل ما كان يبدأ يرجع وابقى بطل عالم كان بيدرس في هارفورد فالجامعة احساسها صعب ان شاء الله هارفورد اصلا يعني فهو تفرق لدراسته وبعدها لما رجح شفنا انطلقة بطل عالم فاتمنى ان يكون فيه لعيبة لسكواش اللي تقدر نحن نشتغل عليهم الفترة الجاية زي كان سيد محمد فاضل ثلاث دقيق انا هستغلوهم انا وكريم من حضرتك ان احنا عايزين يتكلم في الاصل اصل اصلا العاب الاخرى والعاب الصلاة وغيره دايما بيبقى كل لعبة لها اتحاد الاصل الالومبيات ان انا يبقى عندي سيستم سليم السيستم السليم في الاصل هو الاتحاد التابع ليه اي رياضة في بعض وخلينا نتكلم بصراحة يا جماعة في بعض المشاكل الكبيرة وبعض المشاكل الوسط في بعض الاتحادات وده مش بكلامنا ده بكلام الابطال اللي بتيجي بتكون ضيوفنا ومتنورنا هي اللي بتحكي هذا الامر منها بتبقى مشاكل مادية ومنها بيبقى يعني امور اخرى خليني ما تطرقش يعني عشان الوقت فانت بتشوف برضو حل المشاكل الخاصة بالاتحاد هل هو يعني تقصير بين الاتحاد والقائمين على المنظومة ولا هي الظروف كده دلوقتي واحنا في تحسن ولا وزارة الشباب ورياضة بالتعاون مع الاتحادات المختلفة مفروض ان هي تعمل شغلة اكتر خلينا نفهم اصل المشكلة ايه اصل المشكلة انه فرق اجيال وانت مش قادر اخد تتخذ القرار بس دورك ان انت تسمع من البطل ده وتشوف ايه مشاكله وهل المشكلة دي قبلها للحل ولا هو ممكن الرجل ما هو ماشي ممكن يبقى يقولك انا عايزة عسكر في فرنسا وانا كالتحاد ما عنديش ما عنديش سؤولة افطال كثيرة بتلاعوا يتكلموا بالشكل ده انا هنا مش هتقدر تجنى عليك وما قدرش ان انا اقول ان انت لكن اسمع من ابنك لانه ده ده بالنسبة لك هو ده ده اللي انت بتتسمر فيه انت البطل بالنسبة لك ده لما هو يحقق انجاز ده يعود عليك انت بالخير انت كاتحاد هتقولي ان انا في عهدي او في وقتي عندي اش كان ده حصل مع مصطفى عسى المؤخرة لما اتكلم ان هو بيتعرض لدوغوطات مصطفى اصلا طلع في انترفيو على ربطة اللعيب المحترفين وكان اتكلم في شوية مشاكل كده كتير انه بيتعرض لدوغوطات وحاجات زي كده ما كانتش ابدا نحب نسمحها يعني هو ده انا انا بقول لحضرك عليه انه برضو فرق اجيال ناس شايفة ومصطفى عنده ميزة مش موجودة عند ناس كتير انه عايز يبدأ يجر مجموعة كبيرة جدا من جماهير غير جماهير السكواش وعايز يدخل جماهير الكرة يستقطب يعني ياخد من جماهير الكوت من كوتة من جماهير الكرة تبدأ انها تشجع اه تبدأ انها تدخل لجماهيرات السكواش طيب تحد بالفكر ده نهيك عن الانجازات اللي هو بحققها بالذب هو بيوسع لك القاعدة بتاعتك الطبيعي نحن نعرضه ضغوط ولا نستفيد من فكر وحالة ولأ اننا حتى لو انا عندي تعقيم على رأيك او انه على فكرتك اقول لك تعالى مصطفى تعالى نوعود نشوف ايه القليل او ايه الحاجة اللي ممكن نتصل او نوصل بحنا الاتنين بيها الفكرة ان انت تبقى حققت اللي انت بشغال عليه او بطرنق ليه او اللي انت بتفكر فيه فضوء المتاحة وفي نفس الوقت احنا لينا نظام لينا شكل طب خلاص ماشي ليه لا لكن هل ان الموضوع يوصل في الاخر ان اعمل انت عايز تعمل او مصطفى وفي الاخر احنا هنشوف ان الاجران احنا مفروض نتخذونه مش مفروض ابدا التعامل يعني لكل حال ده ملف كبير طبعا عرضنا لحضراتكو هنا بس اتكلمنا عليه سريعا لان ما كانش لسه فيه جديد هنتبع ونعرف حضراتكو كمان خلال الفترة اللي جاية ايه المستجدات في هذا الملف لكن نتمنى ان لا يقرر لان احنا مش عايزين نخسر بطل واي مشاكل البطل ده بيواجهها دي في الاخر بتيجي او بتصب في فكرة هنا ملف الرياضة المصرية اللي احنا دريدت بنشغل عليها والدولة مهتمة بيها والقيادة السياسية كمان مهتمة بيها فما نجيش بقى بعض المشاكل الصغيرة من بعض الاشخاص يبقى وزننا كل ده انا لا اتهم احد وما بوجيش كلامي لحد انا بتكلم في العموم اتمنى ان شاء الله ان فترة جاية الدنيا تبدأ تتغير واعتقد ان مصطفى هتكون الامور يعني بشكل حميمي اكبر من كده ان شاء الله نشكرك على وجودك معنا نورتين بحلقات النهاردة واكيد الحديث بقيا ان شاء الله الله يخليك دانا اللي بيكون سعيد انا موجود معاك نورتنا ساز محمد هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع ونستقبل يعني الكابتن اسلام عاد اللعب الاهلي السابق وعندنا ملفات كتيرة جدا نحب ان احنا بقى نتناقش معه طبعا اهمهم هيكون كاس العالم للاندية خليكم معنا